الـ Propability انا لو من عندي مثلاً بوكس فيه رد بول و بلو بول و برين بول لو قلتلك ان انا ممكن كلهم نفس الحاجه لو قلتلك ان انا من ممكن اصحب رد بول فكلمة ان انا من ممكن اصحب رد بول او احتمال ان انا من اصحب رد بول دي أجيبها إزاي هو ده اللي أنا ممكن أعرفه أخدنا بردو يعني الحاجات دي أخدناها شوية في السنة التالت أخدنا حاجة شبهها كده شوية وقلنا بردو إن الـimpossible event equals 0 هو الـpossible event أو certain event equals 1 لكن الـpossibleвал of possible event between 0 and 1 يعني لازم تطلع لك حاجة fraction أو decimal هجيب إزاي حاجة كده هنبقى عارفينها دي اللي هنمشي بيها تقريبا في كل المسائل اننا لو عايز الـ probability of an event بجيب الـ number of event اللي ممكن يحصل يعني الحاجة اللي ممكن تحصل over the total number of possible outcomes على الـ total possible of outcomes على كل الاحتمالات اللي عندي هنشوف هنا نسألة هنفهم بيها اكتر حاجة اللي احنا قلناه بيقول لي كامال spin a coin 100 times he got head 45 times what is the probability of getting head or tail الـ coin اللي احنا عارفينها head or tail زي ما احنا بنقول كده البعض اللي هي ملك وكتابة يعني فهو got head 45 times تلاعله head 45 times من الـ 100 times اللي هو عملهم فعشان اجيب الـ probability of head هتبقى equal 45 over 100 ولت هعمل اول حاجة الـ number of event اللي ممكن يحصل فعشان اجيب الـ head هو اتلعلي 45 times عدد المرات اللي اتلعلي فيها فاكتبته من فوق over the 100 اللي هي total number of possible outcomes كل المرات اللي انا جربتها بالـ head والtail اللي اتنين على بعض فعملت 45 over 100 هتبقى equal 0.4500 عشان اجيب الـ probability of tail عملت 55 over 100 جبت منين الـ 55 انا عملت الـ coin دي 100 times منهم 45 للهد يبقى عشان اجيب الـ tail هعمل 100 minus 45 هتديني 55 عدد المرات المتبقية دي اكيد هتطلعلي فيها فعملت 55 over 100 هتديني 0.5500 لو لاحظت هتلاقي ان الـ 2 على بعض كان مديني certain event اللي هو equal 1 بيقولي هنا consider all possible outcomes letter A مديني probability of appearance of head or tail when tossing a coin equal half ليه equal half انا عندي عدد المرات اللي ممكن ايان انا عندي هي head or tail فالتنين على بعض كده 2 فده اللي كتبته في الـ denominator ممكن مرة تظهر لي head ومرة تظهر لي tail فعشان كده probability of appearance head or tail عملتها half يعني هكتب المرة الحاجة اللي ممكن تظهر لي over total number بي probability of getting any number of the upper face when rolling a dice دي انا ممكن اعمل اعمل الـ one إن هي المرة اللي ممكن تظهر لي rolling اللي ممكن يظهر لي الفيس المن فوق هيظهر لي مثلا مرة بس هما اصلا كان face هما six faces فعشان كده هعمل one over six the figure opposite shown a disk divided into equal sectors numbered from one to ten probability of the pointer pointing at one of the sectors from for example number seven برضه هنا هعمل انا ممكن يظهر لي sector 1 فهعمل one over التوتل نمبر بتاعهم هو اسممني من one to ten فالتوتل نمبر بتاعي هيبقى تان عشان كده كتبت one over ten a box contains four blue balls two red balls and three green balls all equal in size if a ball is drawn bentley complete letter a عايز الـ probability of drawing a blue ball هنا قلت ان انا عشان نجيب الـ probability بكتب الـ number of event of possible event الـ event ده حصل لي او حصل كام مرة over the total number يعني على العدد كله اللي هو كتب اللي هو مدي هوني او عدد البالز كلها فهنا انا هكتب البلو بول كام بول عندي هيبقى four ball over the total number بتاع البول هو مش كتبهولي بس انا قدر اجيبه هعمل four plus two plus three لما تعمل four plus two plus three هيبقى equal nine فلما اجيب الـ probability of blue ball هكتب الـ number of blue ball اللي هي four over the total number اللي انا جبته nine فلتر ايه هتبقى four over nine لتر بي الـ probability of drawing a red ball red ball انا اطلعي انا عندي two red ball يبقى هكتب two over nine عدد الـ red ball اللي عندي number of red balls two over the total number of balls اللي هو nine فtwo over nine c الـ probability of drawing green ball هتبقى three over nine جبتها منين three number of green balls over nine total number of balls لتر دي الـ probability of drawing a non blue ball يعني ايه يعني انا ممكن اللي انا اسحابها دي تطلع لي مش blue ball يعني ممكن تبقى red وممكن تبقى green في اما هاجبها ان انا اعمل one minus الـ probability of blue ball اللي انا جبتها في لتر ايه اللي هي one minus four over nine وشوفها تطلع بكام اما هعمل بنفس الطريقة اللي انا شغال بيها هو بيقول لي non ball يعني non blue يعني ممكن تبقى red وممكن تبقى green انا عندي two red وthree green balls فهعمل two plus three اللي هي equal five over the total number بتاعي nine وتطلع لي على طول من غير minus five over nine لتر ايه نفس الطريقة الـ probability of drawing a non red ball non red ball يعني انا ممكن تطلع لي blue ممكن تطلع لي green في اما هعمل one minus probability of red ball اما هعمل total number بتاع البول اللي مش red يعني blue او green يعني four plus three equal seven over the total number of balls اللي هو nine هتطلع لي على طول seven over nine هنا بيقول لي انا عندي cards الكارد دي مكتوب عليها one four six eight and nine وبيقول لي ايه هي probability ان انا ممكن الكارد اللي تطلع لي number بين ال five and nine اول حاجة انا هشوف ايه ال numbers اللي بين ال five and nine النمبر اللي بين ال five and nine هما ال six وال eight لما يجي اجيب ال probability of having a card with number between five and nine مش هكتب له بقى ال five مش هكتب له six وال eight لا انا هكتب له number of cards مش ال number اللي مكتوبة على الكارد number of cards انا عندي two cards ممكن يطلعوا لي ال numbers بتاعهم بين ال five وال nine اللي هي six وال eight فانا هكتب number of cards اللي هما two over the total number of cards انا عندي الكاردز بتاعتي five cards كاردز اللي هي one four six eight and ten دول five cards انا هكتب ال number of cards مش ال number اللي مكتوبة على الكارد فال total number بتاعي هيبقى five فعشان كده عملت two over five ممكن تحولها decimal تبقى zero point four four out of three four tenths